أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدم دستورية تمريد عمل برلمان كردستان بعد الدعوة تقدم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم ومدد برلمان الإقليم المكون من 111 مقعدا في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرحبا مرجئا لانتخابات إلى نوفمبر 2023 وذلك على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية لكن خلف الكواليس يعد هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصا في أربيل ويتولى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003 كانت كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني ويلعب البرلمان دورا مهما في الإقليم حيث يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقر القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضا قواته الأمنية الخاصة ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعدا يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 أو 21 مقعدا ومدد برلمان الإقليم أكثر من مرة في السنوات الماضية مدة ولايته على خلفية خصومات سياسية داخلية كانت ذروتها تقاتل داخلي في التسعينات بين عائلتي بارزاني وطلباني لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر